السلام عليكم أصدقائي من التعليقات اليوم التي لفتت انتباهي هو تعليق أجد من الضروري توضيح أبعاده وهذا التعليق يقول بالضبط لماذا تخاف أن تقول أن الأديان ليست من عند الله بل هي تصورات بشرية فقلت ردا على هذا السؤال أنا لا يفرق لديه إن كانت من عند الله أو من عند البشر أنت تتحدث عن شيء أنت تخاف منه أو تعتبره مخيفاً وتعتقد أنني مثلك طبعاً أنا كنت غلطان لأن في تصور رجل أعتقد ألياء اسمها الألياء جهة والفكرة هي هذه التي ترسخ عن كثيرين وفي سبب الإشكالات وأيثن تثير تحفظ المتدينين أنه أنت متدين عندك فكرة بأن الحياة والوجود والإنسان وكل هذه القضايا هي يجب أن يكون هناك إيمان معها لخلفه وبالحقيقة أنا عندي تفسيرات كثيرة لهذا الموضوع فبالتالي أنا أريد أن أقوله بأنه لا يهمني والهيس موضوعي أن أقول أن هذا الدين هو من السماء أو من غير السماء دائماً أي طرح كان إلى علاقة بإدارة شؤون الجماعات البشرية أو إلى علاقة بقيادة الناس وتلقينهم وتعليمهم وإلى علاقة بالنظم السياسية والاجتماعية التي تربط الناس فيما بينهم دائماً تخضع هذه النظم إلى أو العقائق تخضع ثوابت مقدسة فهذه الثوابت إما تكون مقدسة على شكل إلهي علوي أو مقدسة على شكل وطني علماني بالمعنى المعاصر فالدول الحديثة عندما قامت كانت بحاجة إلى أن تنشر عقيدة بين الناس هذه العقيدة الوطنية نشرتها وقالت أن هناك حدود لكل دولة لها السيادة مبدأ السيادة وهذه السيادة وهذه الحدود ويجب عدم التعدي عليه ويجب أن يكون جميع الناس الذين يعيشون ضمن هذا الإطار ملتزمون بالحماية الوطن والتعاون وعليهم حقوق وعليهم واجبات وعليهم واجبات ولهم حقوق بالدول القديمة أو ليس بالدول الحديثة دول ممالك السلاطين أمبراطوريات وما على ذلك هذه كلها كانت تديرها مجموعة من الناس يعني الحكام وبالتحالف مع رجال الدين رجال الدين وظيفتهم واضحة هي نشر العقيدة التي يقررها رجال الدين بالتعاون مع رجال الحكومة رجال الدين موجودين في كل مكان في مجتمعات البشرية وهؤلاء كل واحد منهم ينشر عقيدة محددة إما لسالحه أو لسالح السلطة التي هو منتمي إليها وهذا الصراع بين الطرفين موجود لحتى يومنا هذا تجد بأنه رجل الدين يتشارك مع رجل السياسة السلطة أحيانا الصراع بينهما حاد جدا والصراع بينهما ليش لأنه أنه واحد يكره الثاني أو واحد يريد يغلب الثاني بالضرورة إنما هناك أشياء يختلفان فيما بينهما أنه رجل الدين أو رجل العقيدة أو رجل الفكر عموما يضع النظريات الخاصة حتى لو كانت على مستوى بسيط يعني من قبل رجال الدين يضع نظريات الحكم ونظريات السيطرة نظريات الخاصة بالأخلاق وبالتقاليد والأعراف والشرائع وما إلى ذلك والنظم الزواج والطلاق والمواريس وهذه التفاصيل كلها الخاصة بكل جماعة بشرية يضحف الرجل السياسي عليه أن ينفذها أو يجي شخص ينفذها أثناء الممارسة يكتشف أشياء مختلفة لا يستطيع أن ينفذ كل ما يعني المسألة التطبيق تقع على عاتق رجل السياسي أو رجل الدين نفسه فحتى رجل الدين عندما الرسول حكم المدينة غير الآيات تختلف لأنه أصبح رجل سياسي فنموذج الرسول هو أفضل نموذج للقياس لأنه هو رجل دين وهو رجل سياسي فهو عارض نفسه بنفسه لأنه لا يستطيع والمستوى النظري غير مستوى العملي والسبب ليس قصوراً في أحدهما إنما هو الواقع الصعب يعني أن المجتمع البشري الصعب ليس من السهل قيادة الناس وحكمهم والسيطرة عليهم وتحكم بهم مسألة من أصعب بل مستحيلة يعني لأن طبيعة الإنسان طبيعة متنوعة وكل واحد إلى شخصيته المختلفة فلابد من القصر لابد من العنف لابد من شرعنة العنف وهذا كله هو أساس لهذا الموضوع فبالتالي عندما يأتي شخص ويقول أنت لماذا لا تقول الحقيقة بأنه أنت أنت تخاف أن تقول بأن الدين صناعة بشرية هو ما يشعل يعني صناعة بشرية وصناعة شيطانية هو الحالة واحدة أنه المصدر الدين هو مصدر الشيطان أو الرحمن أو الإنسان هو الحالة هذا الدين الذي وجده الناس اختارته واستمرت عليه أنا بالنسبة للدولة هي دين أيضا فالدولة العلمانية بالنسبة لي أيضا دين لكن الفرق بأنه دين العلماني يضع الوطن مقابل الله هو هذا الفرق البسيط الوحيد يعني أيضا يعني هو الناس دائقة ما هو التعريف الألمانية تغيرها لقد وكُبهم متعصبين الألمانية وهناك متعصب للدين والتعصب يشترك لأنه يضع الصنم ويصدق به لأنه بحاجة إلى أن يرى شيئا متجسدا سواء متجسد على طريقة مفهوم لغوي أو مفهوم أو معبد أو كعبة ما لا أعني الكعبة المقدسة أعني كعبة ما يطوف حولها ويعتقد بأنها هي مركز حقيقة وهذه طبعا طبيعة بشري أنا أسميها قاعدة التثبيت أنه كل إنسان بحاجة إلى شيء يثبته لكي يستطيع من خلاله مقارنة الأشياء ومقارباتها ويسوى عنده مرجعية ما بدون مرجعية لا تستطيع أن تفهم أي شيء ومرجعية سواء مع الذات مع النفس مع كل شيء لابد أن تضع هدف وليس الهدف دائما ليس بالضروري ضروري جدا المهم أنت لديك نقطة انطلاق نقطة انطلاق وهمية في ذهنك أو على أرض الواقع على أرض الواقع دائما تجد البشر دائما أنتم مكان مقدس وهذا المكان المقدس هناك حد فاصل بينه وبين الأشياء الأخرى فمدما تدخل في حيز المقدس أنت تخرج من عالم المجنس وهذا بحث طويل تحدث عنه مرسيا إلياد وهو فنان في هذه المسألة وعند حلقة طويلة عن هذا الموضوع رح أنشرها سجلتها قبل سنتين الآن ذكرتها وأنا أتحدث وممكن أن نشرها بعد فترة يعني على كل حال الفكرة الأساسية أنه ليست المسألة لكي نفهم ما يجري مسألة معا أو ضد مسألة هي الأساسية أنه إحنا كرينا نقول ونالك إشكالات علينا أن نفهمها مو علينا أن نتحيز لهذه أو تلك ولا علينا أن نكون سياسيين أو نكون رجاليين أو متدينين أو متعصبين التعصب ليس مكانه هذا القناة هي قناة وحة فكرية وحة النقاش وليس للعراك والصراع وأنا صح وأنت خطأ لا أنا أستأكد صح أنا لدي الحق وأنا الشريعة لدي نحن نريد أن نفهم لماذا نتحدث بهذه الطريقة لماذا نتحيز ونتحول إلى ملحدين ومؤمنين كفر ومصلحين وآمنين متقين صالحين لماذا يهتاج نفهم هذه الأمور ومهم أننا حابة توصل على الفكرة وشكرا جزيلا وأصف على طالع مع السلام شكرا جزيلا